دجاج بالتدبيلة الشرقية حنحتاج فرخة مفتوحة من الظهر حنحتاج بصلة ربعة طمطماية ربعة فلفلية رومي ربعة أربع فصوص توم صحيح زيت نباتي سمنة معلقة صغيرة من القرفة الباودر وربع معلقة صغيرة من الحبهان الباودر معلقة صغيرة من الكبابة الصيني رشة من جسط الطيب ملح وفلفل اسود وزيت نباتي هنا في الكبة الطماطم والفلفل والبصل وهحط الطم حطينا كبابة صيني وحطينا حبهان وحطينا قرفة القرفة يا جماعة في التدبيلة الشرقية بتبقى جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا أنا حطيت شوية زيت حاسة أني محتاجة أزودهم عشان إيه يعني يكفوا الفرخة كلها نح الناس بتقولي بتحسني ملح الفراخ إزاي يعني الفرخة الكيلو 100 كيلو 200 مثلا بديها معلقة ونص معلقتين ملح ولو الحاجة هتقعد في الفريزر ناخد بالنا إن إحنا نقلن شوية في الملح لإنها بتحدق بتحدق في الفريزر فما نزودش قوي علشان ما تبقاش حدق فلفل أسود لازم تكون آه الفراخ لازم تكون فك عشان نتبّلها إيه دا أنا بخط ملح تاني ليه؟ عدم التركيز على آخره النهاردة رشة جوست الطيب الفراخ جبوها طازة ماينفعش مجمدة في التدبيلات لإن أنا حرجع جمدها فماينفعش تتجمد مرتين هي بتتفك مرة وتتجمد مرة لكن غير كده ماينفعش فعشان كده بنقول إيه؟ تجيبوا الفراخ طازة بالزبط تجيبوا الفراخ طازة تتبلوها تجمدوها بس كده تمام قوي مافيش أي مشكلة تتبلتنا جهزة أسرع تتبيلة في الدنيا واندخل التتبيلة تحت الجلد دخلوا يا جماعة افصلوا كده الجلد من عند الوراك ودخلوا التتبيلة كويس قوي البولة مش مرايحين الحقيقة في الشغلة قوي كان مفروض أستخدم طبق مفروض بس يعني هي اللي جات في إيدي بقى وأنا قلت لكم أنا النهاردة مش في أحصل حالات تركيزي فإيه؟ المرة الجاية الفراخ الجاية نشتغلها في طبقة كده بصوا خدوا التتبيلة اهو كده وتحت الجلد كده مهمة جدا الموضوع ده عشان تاكلوا فراخ طعمها حرش من جوه أخذ الطعم ومن بره كمان أخذيه ما تبقاش بس أخذ لون منظر تتبيلة من بره لكن تيجوا تاكلوها من جوه تلاقوا ولا ليها طعم ولا غيره لأ احنا عايزينها متتبلة حلوة قوي من جوه وبره دي دي منزلة مبارح بوست ياسمين تقولك أهم حاجة أن ربنا شايف أنت بتعمل إيه وهو اللي حيقدر فقلت الحمد لله يا ياسميني بقى ربنا حيدخلني الجنة بسببك اشتركوا في القناة شكرا